الحزب الاشتراكي في النمسا صعود اليمين لا يقلقنا ومستعدون للانتخابات المقبلة ده كان أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي في النمسا قال إن صعود اليمين حتى في أوروبا ما يقلقش الحزب الاشتراكي في النمسا بل بالعكس أنه يقول إحنا مستعدون للتنافس على يمكن هو طلع بطموحاته بعيد جدا إن هو ممكن على كرسي المستشارية كمان يعني هو بيقول إن هم عملوا عادة تنظيم للحزب الداخلي ودلوقتي بيشكلوا مجموعات لخوض الانتخابات وتقديم برنامج انتخابي يمكن للناخب النمساوي أن يعيد تفكيره في الاختيار تعليق حضرتك مع صعود طبعا متأسف مع صعود اليسار في فرنسا هذا الخبر أو هذا التصريح من سيد أندرياس بابلا رئيس الحزب الاشتراكي كان قبل نجاح اليسار في فرنسا وقام بهذا التصريح المتقدم بناء على التطورات التي شهدتها بريطانيا وصعود حزب العمال الذي فعليا كان لمدة عشر سنوات تقريبا بعيد عن الحكم في بريطانيا نعم أو أكثر تقريبا يعني ما يصل إلى عشر أو أكثر إضافة إلى فرنسا فبالتالي فعلا اليوم حزب الاشتراكي عفوا أعتقد أنه فعلا فرصه كبيرة وتزداد يوما بعد يوم فعلا بأن يستطيع الوصول إلى القفز إلى المرتبة الأولى خاصة أن سيدي الكريم الانتخابات الأوروبية الأخيرة شهدتنا أن الأحزاب الثلاث متقاربون يعني ما بين 22 و 25 يعني فعليا نسبة متقاربة للغاية ما حصل في فرنسا أستاذ ممدوح يعني لو اطلعنا على الأرقام الخاصة بالانتخابات الفرنسية اليمين حصل على نفس النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الأولى بقصد بانتخابات الإعادة ولكن ما الذي حصل نسبة أكثر من المواطنون شاركوا بالانتخابات فهذا ما جعل حزب الاشتراكي يصعد وتزيد نسبته ويكون هو فعليا الأول ولكن بس على الرغم من ده هو ما عندهش أغلبية مطلقة لا ليس أغلبية ولكن هو من يشكل الحكومة هو من يعني أعتقد حتى يعني موضوع حتى ترشيح الرئيس الرئيس النمساوي آسف الرئيس الفرنسي المقبل سيكون أعتقد لربما اشتراكي فبالتالي فبالتالي فعلا يوم حزب الشعب حزب الاشتراكي آسف هل فعلا قادر على حشد حشد الأصوات هنا في النمسا والتنويه والتنبيه من خطر اليمين الذي هو يراه خطرا وربما الكثيرون يراه خطرا يعني أنه فعلا قادر على أن يحشد هل الاس بي او قادر الله أعلم لأنه اليوم في النمسا أستاذي الكريم يعني أنت تشاهد بصراحة يعني تقريبا يوجد ما يصل إلى عشر أحزاب أو تسع أحزاب تحديدا اليوم أيضا أحزاب صغيرة تجمع التوقيعات لتشارك في الانتخابات وكل حزب من هؤلاء الأحزاب ماذا يقوم صحيح أنه لا يستطيع الوصول إلى أربع في المائة في المشاركة الدستورية في البردباد ولكن يقدم أربع في المائة أصبحت أربع في المائة أستطيع هذه الأحزاب مع الأسف تقدم من الأحزاب الأخرى الشعب الخضر الف بي او تضعف نسبة تعمل عملية تشتيك للأصوات تعمل عملية تشتيك للأصوات ولكن هي لن تستطيع أن تعمل وبالتالي فبالتالي الحزب الاشتراكي اليوم أمامه أمامه تحدي كبير لأن يعيد يعيد استقطاب ناخبية يعيد إنتاج خطابه خطابه بما يتناسب بما يتناسب مع ماذا مع ما يطلبه النمساوي لاحظ في الانتخابات البريطانية أول ما خرج حزب العمال ماذا قال في اليوم التالي أوقفنا مشروع الترحيل إلى رواندا لاحظ يعني كان صلب وواسق من موقفه وكان وقف مع المهاجرين وحصل على أغلبية ساحقة فبالتالي فبالتالي أن هذه الأحزاب الاشتراكية إذا استمرت بالوقوف مع حقوق الإنسان بالشكل الحقيقي وبالشكل المنصف من الممكن من الممكن أن فعلا أنتصر بس هناك تغير في وجهات النظر وليس بجرور نعم هذا كلام صحيح لأننا ناقشناه من أسبوعنا أعتقد هذا الكلام أنه فعلا يريد مسألة الترحيل هي ترحيل المجرمين والضغط على إدماج اللاجئين وأعتقد اليوم نشرتنا وقراءتنا غنية بالتفاصيل من هذا النوع كمان فيه هو يمكن ماعتمد على نقطة كبيرة جدا وهو عملية التقارب في وجهات النظر داخل الحزب يعني هناك دلوقتي فيه تقارب بينه وبين الرئيس اللي كان مرشح أمامه هانس بيتر دوسكوتسيل اللي هو رئيس مقاطعة بورجلاند فيه تقارب بينهم فهو بيعتمد على ده إنه هو حاليا دلوقتي بيعمله عملية بناء قوي بجانب عدم مصداقية الاستطلاعات الرأي اللي كانت في فرنسا فهو ماعتمد عليها هنا ويقول لك ممكن تكون الاستطلاعات الرأي اللي بتقول إن اليمين هو متصدر ممكن يحصل نفس الموضوع والعكس يحصل برضو هنا في النمسي